بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيف حالكم اليوم أتمنى أن تكونوا بخير اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس خفيف ولطيف وجدا سريع وسهل جدا 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 وهو العلم العلم قلنا العلم ما هو سبق وتعرفنا عليه هو اسم معرفة يدل على مسمى بذاته مسمى بذاته يعني اسمه أشخاص يكون عاقل أو غير عاقل مثل بلدان غير ذلك مثل محمد، باطمة، عبد الله ومخالد، مكة، دمشق، السعودية العراق، اليمن وهكذا هذه كلها دول أي كمسمى الدول أو أشخاص فهو علم فهو علم نفتح الصفحة 136 136 ننتقل إلى المكون أحول أحول من يقرأ؟ أحول ما بين القوسين إلى علم هنا عندي كلمات بين القوسين أمير الأطباء وعاصمة العلوم يريد مني أن أستبدلها بكلمات تدل على علم عاش أمير الأطباء في عاصمة العلوم بماذا يمكن أن أستبدل أمير الأطباء وأجعلها علم؟ ما هو اسمه؟ أحسنتم إذن أبو بكر في عاصمة العلوم ماذا؟ أو ما هي المدينة التي كانت تسمى عاصمة العلوم في عصره؟ نعم أحسنتم بغداد هي كانت عاصمة العلوم في زمانه إذن استبدلنا هنا أمير الأطباء بأبو بكر هو اسمه واستبدلنا صفة عاصمة العلوم بالعلم بغداد ننتقل إلى المكون الثاني وهو بمحاكاة المثال الأول أحول الفعل إلى علم وأكون جملة هنا أحمد الله على نعمه أحمد الله على نعمه الكلمة الأولى باللون الأحمر أحمد هنا هل هي اسم أم فعل؟ هنا نعم هي فعل فهنا هي دل على أنا أنا أحمد الله وأشكره على نعمه نأتي إلى الكلمة الثانية باللون الأحمر في الجملة الثانية أحمد تلميذ مجتهد هل هذه هي اسم أم فعل؟ نعم هي اسم شخص هنا هذه علم فهنا تغير أو تحولت من الفعل إلى اسم ننتقل إلى المثال الثاني يزيد الله الشاكرين يزيد هنا هل هي اسم أنفعل؟ نعم فعل مظاهرة يزيد الله يكثر يعطي الله الشاكرين بينما يزيد هنا اسم شخص اسم علم يزيد كاتب مبدع ينبع ينبع الخير على يد الطبيب المسلم ينبع يعني أن يخرج ويتكاثر العلم أو الخير من يد الطبيب المسلم هنا ينبع وهي مدينة جميلة وهي مدينة في المملكة العربية السعودية وهي مدينة صناعية معلومة إضافية الكلمات التي تتشابه في اللفظ وتختلف في المعنى في اللغة العربية يسمى جناس لاحظوا نفس الأحرف ونفس الترتب ونفس الحركات ولكن اختلفت في المعنى وهذا يسمى جناس نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم وهو العلم قلنا العلم هو اسمع الأشخاص والمدن أو الدول أترككم في رعاية الله وإلى درس جديد أحبكم شكرا ترجمة نانسي قنقر